اللي حار ونفسه وضيان ما يصلح له المتر قديم تصير 25 الاخر واحدة تصير ب15 أو ب10 ليش؟ له طريقة تقسيمة بوري إذا سمعوا الناس دروا أنه هذا هو طلعوا لأمه اللي بيروح معه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على رسول الله حياكم الله يا هلا بكم زيارة أخوي حمد المتحف النعيم يا هلا والله هم أرحب ويكون جميع الله يحييكم بالنسبة للمتحف طبعا هذا المتحف يعتبر وليد المتحف الوالد رحمة الله عليه يعني هذا متحف النعيم رقم اثنين الوالد الله يرحم وكان يجمع التراث من قبل يمكن أكثر من 70 سنة رحمة الله عليه وبعد وفاته بعنا متحفه كامل وبعدين جاس لي 4 سنة وخمس سنين وبعدها بديت من جديد ولله الحمد فالحمد لله هذا اللي انجمعت الحين يعني تقريبا أنا يمكن من يمكن من 25 سنة 25 إلى الآن وحنا نجمع والحمد لله هل تشوفوهم السيارات والمتحف عاد من داخل ما أدري عادي يسعني الوقت الحين لتصوير المتحف ولا لا شفر موديل 56 بس طبعا بعته لاني أنا ترى الآغلاء بني بيع واشي بالسيارات أنا ما بني أشري واحتفظ هي واحدة اللي احتفظت وهو ما زل تحتفظ اللي هي البركاش لأن البركاش هذا خاص اللي هي العنيزة صراحة كان يكن ما بيعنيزة وبريده أول يسمونها البريد هذا يمكن ماشي ما بين بريد وعنيزة مع رعيها الأصل عبدالعز غراس رحمة الله عليه والله الحمد لله كل اللي يودي بهن الله يسر لي والله الحمد الحمد لله يعني حنا مثل ما قلتك حنا متحركين ببيع ومشترا اليوم أشري هذي يجيب الله لها مكسب ببيعه أشري واحدة ثانية والحمد لله الله عطانا من كل خير اللهم لك الحمد طبعا إذا صارت السيارة بديها بالأصل كامل وبغيتها زينة ما بحل ومحركاتها أصلية كلها هذه أكيد لا أنت عارف يعني إذا قلت مثلا سيارة موديل مثلا عن 50 أو موديل 40 أو موديل 30 محركاتها الأصلية طبعا كيش أن يصير يعجبك أو يشدك به لكني صار محركات جديدة وموت القديم خلاص وقد هويته لكن حنا طبعا عملك نحافظ على السيارات أصلا سيارة تراثية مثل اللي عنده مريض تلقا كنت دخله مستشفى وتعالجه وموره زينة هم من نطلع قاعد بالبيت اسبوعين ثلاثة صقن ذاني هذه نفس الكلام السيارات نحنا حين بصناعية تلقا أتابعه وميكانيكا وشغل وكل حاجة هم من ندخله ما بل العافية أوقفه شهر شهرين إذا جيته شغل مرة ثانية أول شيء البطارية ذي منتهي جين بطارية جديدة هم من ندخل بفرامل تقربة لاتفرامل نشفت فهيحنا لولا هوايتنا ومحبتنا لها ما صورنا عليه يعني مكلفة هي ومتعبة بنفس الوقت يعني حتها المراش بدأ يملون مننا صراحة من كثر ما نجيهم يملون منك لأنه مشتغلهم بالسيارة ذي قبل شهرين ورجعت له هالحين فهذه مشكلة لكن الحمد لله تبقى الأمور هي هواية ومحبة له والله هو الأغلب السيارة الأمريكية هي الفضلة ليش لأنه سهله أنك تطلب قطع غيار سواء فرد أو شفرليت هذه سهلة أنك تطلبها والأغلب الفرد بعد أسهل وأسهل هذا الميزة لكن السيارات العلمانية واليابانية صعبة شوي يعني توفير القطع صعبة وصعبة ملحة أهم شيء وسع صدره قبل كل شيء السيارات التراثية تبقى واحدة وسيع بال مرة مرة ليش؟ لأنك تدخل السيارة مثلا سمكرة على أساس أن يقوك بخلصة بعد شهر شهرين تفاجأ أنها قعدت سنة كاملة ما خلصت أولا قطعة ما تلقاه السمك اللي يتعب منها لأنه تعديل وذا ستبقى له وقت يعني تبقى له جهد ليس سهله فأول شيء سعى تصدر إذا كان اللي بيه يهوى السيارة التراثية يبيه شيء بوقتهم ما مستفيد الشيء الثاني إنك إذا شريت السيارة إذا كناوين تبيع على طول تستفيد برضه خسرات يعني المهروض اللي يشري السيارة دي يصير مستغنى عن قيمته بحيث إنه متى ما جابت رزقه تبيعه هذه ميرش شوي ما خالف لكن يشريه اليوم وبيبيعه يقوم شهر بمكسة ما بحصل ليش لأن زبونه قليل بالنسبة للسيارات الكلاسيكية إذا جاء الزبون جاء بس متى يجي إذا جاء الزبون اليهوى ويقدر قيمة ممتاز تاخذ فايدك ما لكن متى يجي ما بكل واحد يأخذه هذا شيء ثاني الشيء الثالث طيب عمرك مثل ما قلتك يعني احرص على السيارة اللي أصل كامل ما بالتلفيق ولا باه مثلا وبالنسبة للحلاء يعني حين أغلب السيارات اللي يجي مثل سيارات أمريكا أغلب اللي يجي من أمريكا أغلبهم بين حلاء ليش لأنها مثل وتصير مثلا مناطق مالحة هذا الحلاء والملح ذاه يأكل الحديث يأكله يأكله يتأكل بالحيل فهذه هي المشكلة بس والبقية الحمد لله لأنها حين أغلب البدي علاجه صعب يعني حتى السمك اللي يتعب تلقى مثلا فيه حلاء مثلا ثلاثة سنتي أربعة سنتي بس متأكل إذا جاي قصب الليكسجين بده يمشي ليش لأن الحديث أسقط أعبان يعني اللي حليان ذاه مفتوح الحاله هذا الحاله منتهين منه لكن اللي بعده الحديث ما يقدر لحم عليه مثل ما قلتك يعني هي تبي متابعة بالصيانة يعني مثلا والله مثلا زينته ونتهيت خلاص لا كل فترة ترى تبي صيانة كل فترة صيانة يعني سيارة زينتها هالحين بعد شرية ثالثة شو تطلع عليها تحتاج صيانة أقع شي تشيك يعني مو بلازم صيانة كاملة أو شي لا تشيك تبي انك ترعي الزيت ترعي الماء تشوف زيت الفرامل تشوف صلاحاته لأنه حين تقل سيارة واك فمم بل العاب جي تتشغل دست فرامل تناظر تحت الكفرات تلقى زيت نازم مع الكفرات وش معناته هذا انه صلاح السرند الخلبي منتي خلاص لازم تبكي الكفر تبكي فالهو تروح تجيب له صلاح اذا ما لقيت صلاح عندك مثلا هنا بقصيم تروح لرياض الدورة ما لقيت برياض تتصع ناسي بمكة بجده من تنسى فهذه هي هي المشكلة بس مثل ما قلتك أول كلامي يجي مني يصير صادر وسيع بال مرة 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 اللي حار ونفسه ضيان ما يصح له المتر قديم والله يعينه على بعض الشغلين هذا الصحير على ما تفضلت بيستخدم بيروح يسافر يجي هذي نعم شف مثل الغمرتين ذا الاخير ذاك هذا طال عمركم حوليه محركاته على جمس 91 سني أسافر عليه واجي مثل الموتر رحت عليه الينبع رحنا عليه الشرقية حولده فرنشين نقدر نتخذ بالنفوذ مثل ما تفضلت لازم يصير الشغل ميبا بيه هذا صرت تستخدم مرة يعني تروح تجي عليه لكن تبي موتر انت عرضه مثلا معرض أو تبي طيب عمرك تقول مثلا موتر كلاسيكي لازم يصير أصل كل شيء أصل والله إن شاركنا أي بس من تالي والله ما شاركنا لأن حتى بعد عقوم ما جاء قرار جديد ذا اللي تتصرف لوحات تراثية هذه صراحة يعني أحجمت الناس واجد يعني أثرت علينا بالحيل ليش لأني طيب أنا بروح مثلا شارك مثلا ببريدة فرضا زين أو بشارك بالمدنب أو برس أو بالبداية أو فرضا بعنيزة لوحة تراثية ما قدر أمشي عليها إذا طلعت تيقوك غرامة أربعة تلاف ريال وشفا يديتها بروح أمشي بها بسطحة رايح بين دير لديرة أصلا السيارة ما لقيمة يصارت ما تمشي بالشارع والناس تصورة والعالم يشفون طال عمرك يشفون متر قديم يمشي بهالنظاف وبهالشغل الزين وش فيديت منه لكن لو أنه ما فتوح لنا مجال طال عمرك إنه مثلا السيارة التراثية أفحصها فحص دوري يعني شف مثلا المرسلسة اللي وره دي شف جديد فحصها ذا ثلاثة واربعين زين ومأمنين المفروض أن يمشي عليها إلى زهم علي واحدة مثلا برياض قال تعال عندي مشارك قلت بشير جيت لأمو بسيارة لكن إذا جبتها بسطحة وقال لي وش جاي من السيارة أجاي في بسطحة أصلا الدرعية نفسهم المهرجان حق الدرعية من شروطهم النتيجة السيارة تمشي طيب وش ران تمشي وعليه لوحة تراثية ما تمشي المخلوق أطلع بالعياد أنا صار يوم جمعة طال عمرك أطلع تمشي علي العصر أنا بخاطر شيء ما أتري هذا خسر عليه مبلغ قدره ما معقوله ببدأ أروح وراياه بسطحة أروح وامشي وراها ما مصحيح ذا لا أنا ودي أمشي عليه أنا اجتهت وغيرت له أغراض واشتغلت وحوال عشر تلاف ريال ميكانيكا وجدت بويته وش فايديت إني خلي عندي بالبيت طيب فهذا موضوع لازم إني يبحث ولازم يدرس مرة ثانية والحمد لله يعني حكومتنا الله يعزه إن شاء الله فيه أشياء كثيرة يعني تحاول أنها تساهل للناس ما تصعب عليهم هذه طال عمرك شفر كابرس موديل 1966 سبور رياضية طبعا عاد الحمد لله بسبب الخيرات والأمطار البارح صارت سيرات المقبلة شوي ولكن عاد شوف دخلي يا أخوي حالته ما شاء الله حالته لوكالة والله نظيف ومرة نظيف والميزة إنها قير أرضي طبعا القير أرضي أفضل من القير اللي هو الجيب أغلب ما جاءنا بسعودية كله قير أرضي لكن هذا جاي قير على اللاقي والدبل على اللاقي تفضل وبعدين 65 يعني ومثل ما قلت كيف حالته لوكالة والله الحمد شوف هذا القير وهذا الدبل اللي عليه السلسلة شفتوا يا أخوي السلسلة دي تأمين نعم عشان البزراء ما قدي عشقه وهو هذي يسمونه استاره ورا شوف ورا ما هو شنطه ما هو شنطه ولا هو بيبان هذي يسمى استاره هذا مجدد بالكامل يعني يعني نشيطة العمر يكون فكك وقطع قطع حتى الشاصي يفكك يعني الدواخل كلها مفكك ويعاد تجميع من جديد والله يا أخي الورش كذا ورش هي لابد بس أن الورش بعضهم مثل ما قلت كأول حديثنا يصير يمل من السيارة هم نتنور نتنور ورشة ثانية لأن صور موتر يقف عنده طعمه سنة سنة ونص يعني تنور في عيدته مهما أخذهم مبلغ يصيري خلاص فأنت عامل مع كذا ورشة والله خصي لو صار عندك سيارتين ثلاث تققك ما تشتغل برشة واحدة هذي ديدسون ودي 67 هذي استخدام ياباني هذي بس كان أن تيجي صندوق وره ما بشنطة يعني مثل سدق غمارتين وصندوق صغير ولوه طربال يغطر طربال كان أول بس نوادر ترى قليلة يعني ما جت ما جت كميات كبيرة لأن بوقتها الناس ما كان نظرون الديدسون فالديدسون يعني ما نظر العالم إلا عقب المقاطعة عقب مقاطعة الفورت ما يفكرون بها ولا ينظرون الشيذي إلا ردي مقارنة بالفورت ما يمشي يعني تعتبر ديدسون والهيلوكس أول ما جت ما يعني إلا أن منوها طرق صحراوية ونفوذ يعني مثل هذه ميزة طاعم ركما كنت وراء وبدون ديتر يعني مثل فكسس ويجن هذا لكن هذا ما مرعينا حنا أبدا يعني ما شبناه بسعودية عندنا ذا هذا ما قلت الإسلام أمريكي جاي نادر نادر بالحيل يمكن حتى أمريكا نادر يعتبر لا أخصن الشغر يعني هذا طاعم كروز رايز مديل 88 هذي نظيف والله الحمد من داخل يعني تقدر تقوم بحالة الوكالة والله الحمد بس من أول انتم بنا نشوفه بالشارع بس مرة بالشارع من أول برياض طبعا القصير ما موجودة برياض مرة واحد قمت ويناظرها بس هذا الدوج طال عمرك مديل 46 هذا طال عمرك هاف فورت هاف مديل 66 هذا أرغب ما طالع بل فروت هذا اللي هو 66 يعني الناس وين يشتهر عند العالم لأنه هو اللي فتح دروب هو اللي فتح خطوط هو اللي يعتبر وين يعني اللي يملك بذلك الوقت هذا يعتبر تاجر اللي يملك الموتر هذا خلاص موره طيبة يقدر يأجر شفح ورا الهنقلين يشيل عليه ركاب حجاج معتمرين زوار ناس الراحل الرياض مثل هذا هذا فرت 64 لكن محركاته جمس 91 هذا عساس نروح نيجي عليه مسافاتي الميز انه صار دركسون هو مكيف دفرونشين محركات جمس يعني لو رحت عليه صفرت قطع غير جمس تلقاه ما بصعبة ما يتعبك الفرت هو اللي صعب شوي يعني تعرف الناس راح ولي يبعون الله يرحمهم هذا اللي قلتك عليه البلكاش هذا رغبتنا في الوه لانه كان يخدم القصيم كله والعنيز خاصة هذا موتر عبدالعز غراس الله ارحم هذا البلكاش مديل ستين مثل ما قلتك اخوي هو بلاص يجي ونيتي مثل ونتات هذي يودى العراق ويقص بهالشكل يقص هنا هم يبنى شيف الخشب شيف ترا خشب ده عمر وستين سنة ناظر شيف يعني عوام الاسنين ادي تنعلي شوي ها تشط بسيط بس انه ما يعيبه يعني وشيف اللوحة هنا تفضل يركشب شيف يبنى شيف مسامير من الداخل ملحة من مبسط من الداخل ويركب مسامير شيف شيف مسامير قوة احنا والخشب مثل ما قلتك قوي بلح يترا وشيف ناظر زوايا حديد شفت ذي شيف اللوحة ذي اللوحة ذي شفت اللي من داخل وهذي اسم المصنع او المنجرة يشتغلو بالنجف هذي شد النجف شب هذي اسم المنجرة ترى ترى اللوحة على وضعها ما فكيتها على يعني جددت البوية وركبنا هالخشب ذا بس هي ما لمسنا قلنا خلى على ماه عليه تركيبة راعي يا الله مستعان شيف الفتحة ترى احنا السيارات اللي بها فتحة ماهم شي جديد منول الدين دي تفتح على فوق ذي يصل تهوية ذي وهذا بوري يسمونه بيانو شوف يا أخوي ثلاث ضقطات هنا هذا نفس البوري كان راعي السيارة نفسه نفس الشكل الله يرحمه كان له ضربه معين يقول لكله نغمة إذا جاء هو حارتهم بضبطهم إذا بقى يمشي له طريقة تقسيمة بوري إذا سمعوا الناس دروا انه هذا وطلعوا لأبو اللي بيروح معه بعدين لاحظ انه ترى درجات الركب يعني قدام أغلى شي قدام قدام مثل يصير مثلا ثاث ريال زين المرتبتين اللي ورا هذول مثلا هذي مثلا ثلاثين هذي تصير خمس وعشرين الاخر واحدة تصير بخمس تاعش وبعشر ليش لأنبو هالزاوي ذي هالزاوي ذي لغير عكب نظاره صح عكب نظاره والزاوي ذي دايم ما ينزل له واخذ ضربه ضربته براسه بها الحديد ذي ينزل بصعر الراسه لأنه قريب ذي الحديد دايم تعدون من هما يكل مطاب وورا يصير هو اللي يشيل هال مطاب يصبخ تصير ذي تأثر براسه فهو آخر شي ما قعد بلا بعيف المرتبة ذي اللي يقروش وشوي هو اللي يقيد ورا وشيف شون طريق تفتح المراتب ترفع ذي ومن تفتح يرتبون هم ترجع ثاني يشيل 25 شخص اي نعم براح نول اكثر شي ياخذونه للسفريات اخوي مثل مثلا من القصيم للرياض من الجنوب للرياض مهل سدى الشرقية اكثر شي للحجاج معتمرين لان شوف احين عفشوا فوق شوفوا شفوا شفوا العفش فوق ونظر براميل الورش ترى واحد ما واحد بنزيم لازم يمشي معه بنزيم لازم وهذا شناط الحديد وحطابهم وغراضهم كلها موجودة هذا بنزيم والثاني ما لاني حسبون حساب ترى عطلات يجيهم يعني يجي شي ما حسب حسابه الوالد الله يرحم يقول تعطلنا ثلاثة ايام وهم راح يلمكة علشان ما معهم شطرطون ما صرت بنزيم انكسرت يقول شغالنا بدأ عطلنا بنزيم وبدا شطرطون بنول بعد تدري وشو قطعة تقماش على قار يعني حتى شطرطون بعد ابوه بركة بس يالله كيش يمشي الله ارحمهم يحلم حل نساعهم مرت عليهم ومور ان الله المستعان حن بنعم الله لا يغير ها ان شاء الله هذا يخوي فرد 67 لوري حق الحرص الوطني هذا هذا مخزن ما مشى كثير والله الحمد الصندوق ذا شد امريكا جاي من امريكا بهذا شكل المدني يصير عليه صندوق لوري ويصير ينقل عليه بضايا وينقل عليه الركاب بنول حتى الركاب يركوب صندوق هم ما يخلفون غصب هالحاجة الحاجة تثدهم كان اول يحطون طبقين تحت الحريم وفوق الرجال على وقت الحجاج بنول الله يرحمهم يحلم حل يساعهم واذا صاروا مهم كثيرين حطوا العفش تحت الله أكبر كبير وعلى الله حطوا العفش تحت وحطوا طبق خشب وصاروا رجال وراء والحريم صدر صندوق الله يحييك يا أهلا والله سهلا يوسف السهلا مارك والله اللي شرفتنا وأنستنا والله يحييك يا أهلا والله مرحبا وشكرا لك اللي عطيتنا فرصة نشرح لسياراتنا بعض من سياراتنا وإذا كان في خطأ من تاريخ كل شيء العذر من الله ثمك بس ومن الأخوان من اللي مشاهدين والله يوفق الجميع خير والله يحييك ساعة مبارك والله ترجمة نانسي قنقر بسياراتنا اوهلا وكما مبارك مبي اسمها بنت البكار هي بكار ده اسمها سيارة البكار ده تيجى علي العلامة ده بس حن ربعنا عشان نطير وبنت سموها بنت البكار شكرا